لأن الإشاعة أخطر من الفيروس نعمل في مدئة على توضيح الصواب والخطأ فيما يتعلق بكوفيد-19 خطأ الاعتقاد أن الأدوية المضادة للالتهابات تستعمل لمعالجة أعراض فيروس كورونا الصواب هو أن استعمال العققير والأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تجعل أثار الفيروس أكثر خطورة أو قد تسهل الإصابة بالالتهابات مصاحبة للعدوى وتزيد من حدتها الصواب أيضا في حالة الإصابة بالحمى وبالنسبة للمرضى الذين يعالجون بالفعل بالعققير المضادة للالتهابات استشارة طبيبهم كما يجب الالتزام لدى تناول البغاستامول بالجرعة الطبية الموصوفة لأن الجرعة العالية جدا يمكن أن تكون خطيرة جدا على الكبد خطأ ما يعتقد أن الحيوانات الأليفة تنقل العدوى لا يمكن للقطط والكلاب الأليفة نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر الصواب هو أن هذه الحيوانات قد تصاب بمستويات منخفضة من المرض إذا نقل إليها من المصابين بالمقابل يجب تجنب التواجد في المزارع أو أسواق الحيوانات أو أماكن ذبح الحيوانات خطأ متابعة كل الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا دون تأكد من صحتها والصواب هو التقليل من قراءة الأخبار والحذر في اختيارتنا هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول الفيروس في المواقع الإخبارية الصواب هو الالتزام بالمصادر الموثوقة للمعلومات مثل المؤسسات الإعلامية والبلاغات والمواقع الرسمية اشتركوا في القناة